اامة وخطباء المساجد ومديرو المعاهد الشرعية والمدارس الدينية وكليات الشريعة في سوريا ارسلوا برقية الى الرئيس الاسد جاء فيها لقد قرأ شعبكم معاهده وعرفه عنكم منذ سنوات فكان حديثكم لصحيفة الثورة وافيا شاملا راقيا عاليا صادقا لمسا مشاعر وعطف الاحسيس وعقول ووجدان الناس لقد صححتم مفاهيم كثيرة وخاصة عن العمل الديني وهويتنا الاسلامية وحضارتنا الايمانية ومفهوم العلمانية وقد اجدتم وانصفتم وحميتم بما قلتم وطننا وامتنا ووجهتم بالعودة الى القرآن الكريم وسنة النبي العظيم وحياة الرسول الكريم باخلاقه وانسانيته واضف امة وخطباء المساجد ان من كان هذا معتقده وفكره ورؤيته فلن ينتصر عليه اعداؤه وبارك الله قيادته ونهجه وعهدا نقطعه امام الله سبحانه وتعالى ان تبقى المؤسسات الدينية بمعاهدها الشرعية ومدارسها التربوية وكوادرها التعليمية وخطباء مساجدها راعية مؤتمنة على المضي قدما بالتمسك بالقرآن والسنة للقضاء على الارهاب والفكر المتطرف والانحراف التكفيري وتعليم الناس الاسلام كما انزل الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة